بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظمة سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له تعظيم لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعده الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلت في هذه الحلقة وهي الحلقة العاشرة أتابع ما ذكرت في حلقة الماضية من جرائم الفرنسيين في الجزائر بعد أن دخلوها سنة 1830 إلى أواخر قرن التاسع عشر هذه الجرائم العامة أما الجرائم الخاصة المذابح الخاصة الثورات التي قامت في وجوههم هذه سأذكر في حلقات قادمة إن شاء الله وأما جرائمهم في قرن العشرين في حدث ولا حرج سأذكر أيضا شيئا منها في حلقات قادمة إن شاء الله إنما هذه الجرائم التي حدثت بعد دخولهم وعلى امتداد القرن التاسع عشر الميلادي ذكرت عدة جرائم لا نذكر قضية الإدارات العسكرية والمدنية لأنه الفرنسيون من دخلوا الجزائر ما كانوا يعرفوا ماذا سيصنعون هل سيبقون فيها أم يرحلون هل سيسلمونها إلى العثمانيين بشروط مجحفة أم أنهم سيضمونها إليهم وهل وهل ستبقى تحت الإدارة العسكرية أو الإدارة المدنية هل ينبغي أن يكون عليها حاكم عسكري أو حاكم مدني هل ينبغي أن تكون القوانين والنظم الإدارية فيها نسخة من القوانين والنظم الإدارية في فرنسا أو ينبغي أن تكون لها قوانين خاصة يعني كان هناك بلبلة كبيرة ما كانوا يعرفون استنموا البلد بدون أن يعرفوا ماذا يصنعون بها بعد ذلك استقر الأمر في 1834 في 23 يوليو على اعتبار الجزائر جزءا من التراب الفرنسي جزءا لا يتجزى وأنه جزءا من جنوب الفرنسي وهذه الهراء كله الذي نعرفه وهذه الإدارة تدأت طبعا تتضح مع استلام بيجو مقاليد الحكم في الجزائر بدأت بنظم إدارية مزج بين النظم إدارية في فرنسا وتلك التي وجدوها في الجزائر قائمة نظم العثمانيين أيضا احتدم النقاش الطويل بل الخلافات بين المدنيين وعسكريين كيف يديرون البلاد بل أن بعض العسكريين كان يطلب من فرنسا وبقوة أن تلغي الحكم المدني أيام كان الحكم المدني في الجزائر قائما وتحوله للحكم العسكري وفعلا هذا الذي حدث في بعض المدد ألغي الحاكم العام المدني وجعل هناك حاكم عاما عسكريا أيضا هناك هجمة شرسة على كل المعالم الدالة على تميز الجزائر عن فرنسا في كل المجالات بدون استثناء ومنها مجالات الإدارية ما كان يدون أن يميزوا جزائر فرنسا بأي شيء بل تكون جزائر تدار نسخة على طريقة إدارة الفرنسيين لبلادهم وليتهم مشوا في جزائر على طريقة إدارة جزائرين لبلادهم طريقة إدارة فرنسيين لبلادهم ليتهم فعلوا ذلك لكنهم شكلا نعم فعلوا هذا لكن مضمونا جرائم ذكرت لكم سأذكر لكم جملة منها أيضا في هذه الحلقة ما أريد أن نطيل في قضايا الإدارة في الحكم المدني وضع آليات تمكنه من السيطرة إداريا على دواليب السلطة في الجزائر وتسير وفقا لمصالح الفرنسيين وهذه الآليات كثيرة المجلس العالي للحكومة النيابات المالية المجالس العامة اللجان البلدية إلى آخره ما أريد أن نصدعكم بهذا ما أرى أن هناك فائدة كبيرة لتضيع وقت المشاهد في ذكر هذه التفصيلات أما القوانين ومراسيم صدرت عن الحكم الإداري المدني أو العسكري فحدثوا على حرج من قوانين ابتدأت من 1830 إلى 1961 تقريبا هذه القوانين في الحقيقة طبقت وبقسوة وبقوة بدون استثناءات تذكر وتشف الاستخراب الفرنسي عن وجهه القاتم القائم على الإبادة والقهر الجماعي على أيضا تميز بحملاته الكبيرة جدا على الجزائريين النظام المدني سمح النظام العسكري كان معروف كان سيئا كأي نظام عسكري في العالم لكن النظام المدني هنا أطلق يد المستوطنين من المهاجرين الفرنسيين والأوروبيين في الجزائر في دائم سنة 1870 وسيكون هناك حلقة عن الاستيطان لسوءه ولما صنع المستوطنون الأوروبيون والفرنسيون في الجزائر من أهم أخطر هذه القوانين قانون مصادر الذي أصدره بيجو الحاكم العسكري في الجزائر جنرال بيجو كان مجحفا جدا بحق الجزائريين قانون الضرائب والغرامات أيضا قانون الأهالي القانون الشرعي قانون الغابات الذي فرض على كل سكان الجبال فرض عنوة هذا القانون أيضا قانون الأهالي فرضت ثقلا كبيرا على الأهالي وهكذا أنا ما أريد أن أطيل في قضايا الإدارة لأن قضايا مملة بطبيعتها ولا تأتي بفائدة لأنها تقسيمات إدارية ارتأوها يعني تقنين الظلم كما يقال تقنين الظلم عن طريق جعل تحت الإدارة سواء كتعسكرية أو مدنية هذا هو باختصار قضايا الإدارية في الجزائر وإن كان حديث يطول عنها جدا ولا شك فالقوم قد استقروا طويلا في الجزائر وكانت مظالمهم أكثر من تحصر القضاء القضاء في الحقيقة قصة مؤلمة لأن الاستخراب العالمي حاول في كل مكان وطئت أقدامه فيه أن يقوض النظام القضائي الإسلامي هذا أمر معلوم وما كان المسلمون وما كان أشد المتشائمين تشاؤما من المسلمين يظن أن هناك يوما سيأتي ينحى فيه كتاب والسنة عن الحكم ويؤتى بقوانين الإنجليز وفرنسيين والسويسريين لتحكم بلادهم ما كان أحد يظن هذا إطلاقا ولا يمكن أن يدور هذا في خلدي أحد وما حدث هذا إلا بعد أن سقطت الدولة العثمانية ألغيت الخلافة على يد مصطفى كمال في تركيا وما فعل مصطفى كمال من عداء السافر والتام والشامل للإسلام في تركيا آنذاك طبعا نحيي الإسلام عن الحكم لأول مرة في تاريخ الإسلام وجئ بالقوانين الإنجليزية وفرنسية والسويسرية لتحكم الآن في أكثر البلاد العربية والإسلامية وهي جريمة هائلة كان الوزر الأكبر فيها وتحمل كبرها المستخربون الذين سموا بالمستعمرين الذين وطئت أقدامهم بلاد العالم الإسلامي ونحّوا الكتاب والسنة بالقوة عن حكم البلاد الإسلامية وأكثر بلاد الإسلامية نحن نعلم أن أكثر بلاد الإسلامية قد دخل تحت الاستخراب العالمي أكثر بلاد الإسلامية ما نجى من الاستخراب العالمي هذا إلا نجد والحجاز واليمن وقليل جدا من المناطق مثل أفغانستان في العالم الإسلامي أما باقي العالم الإسلامي فقد أخذ بجميعه وبكامل أرضه وترابه ونحي الكتاب والسنة عن الحكم وصارت مآسي من ضمنها القضاء يعني بريطانيا لما دخلت مصر أنشأت ما يعرف بالمحاكم المختلطة المحاكم الأوروبية محاكم الأهالي سميها ما شئت المحاكم يعني تحكم بالقوانين الإنجليزية وكانت ذريعتهم أن الإنجليز لا يمكن يتحكم في قضاياهم إلى قانون المصري فأنشأوا محاكم خاصة بهم ثم بعد ذلك سمحوا للمصريين يتحكموا إلى هذه المحاكم وهذا طبعا ردة ما يمكن لإنسان مسلم أن يتحكم إلى القضاء غير إسلامي في وقت يستطيع هو أن يتحكم إلى القضاء الإسلامي فكان في مصر نوعان من المحاكم إسلامي وأوروبي فكان المسلم الذي يترك المحاكم الإسلامية طوعا واختيارا وبدون سبب وعذر ويذهب إلى المحاكم الغربية للتمس منها حكمها كانت هذه ردة والعياذ بالله لا شك في كونها ردة والذي حدث في جزائر الشيء نفسه حاول المستخرب العالمي بكل ما استطاع من قدراء الفرنسي يعني أن يثبت للقضاء أركانا في جزائر غير أركان الإسلامية غير الأركان الإسلامية وهذا الذي جرى فهم حاولوا إثبات تبعية القضاء الجزائري القضاء الفرنسي القضاء الإسلامي عموما من القضاء الفرنسي حددوا صلاحية القضاء الإسلامي بين الجزائريين حددوها جدا حتى انتهت في النهاية إلى قضية الأحوال الشخصية وحتى الأحوال الشخصية كانت العقود تعقد بتحريم أن يعقد عقد باللغة العربية لابد باللغة الفرنسية إلى هذا الحد وصلوا وفي منطقة القبائل في الجزائر ألغوا تماما القضاء الإسلامي بقانون صدر وطبعا صدر القانون في منطقة القبائل الخاصة ألغوا القضاء الإسلامي تماما وحرسوا على كسب العلماء القضاء إلى جانبهم لانتصاص غضب المسلمين واعتماد أسلوب الترغيب والترهيب مع هؤلاء القضاء تأكدت الهيمنة أكثر فأكثر في الجزائر بأن المستخرب الفرنسي كان هو الذي يسمي القضاء والهيئات القضائية إذا كان هو الذي يسميها فلك أن تعلم حينئذ عن مقدار الهوان الذي أصاب القضاء الإسلامي في تعيين غير الأكفاء في تعيين الضعاف في تعيين المتبعين لفرنسا الحريصين على كسب رضاها وودها السائرين في فلكها الراضين بحكمها إلى آخر ذلك شددت أيضا رقبتها المؤسسات القضائية ضيقت على القضاء الصالحين والمؤثرين همشت ودجنت رجال المؤسسات القضائية الإسلامية وضع المؤسسات القضائية الفرنسية في جزائر لخدمة المستوطنين وأصبحت المحاكم الإسلامية والقضاء الإسلامي كله أصبح مؤسسة تتبع لفرنسا لا حولها ولا قوة مجرد رمز كسائر المؤسسات الموجودة في جزائر آنذاك التي عهد بها إلى مسلمين نعم لن كانوا رموزا هشة لا قيمة لها وكانت مؤسسات رمزية لا قيمة لها والحقيقة أن كل شيء كان في مقاليد أيدي المستخربين في الجزائر أصدر القائد العام قرارا يوم 9 ستمبر 1930 يعني بعد أن دخلوا بشهرين تقريبا أصدر قرارا أسس بموجب المحكمة الخاصة بجزائر العاصمة ويعني بعد ذلك توالت القرارات حتى أنها في أربع سنوات وصلت إلى 45 ومائتي قرار 245 قرارا في أربعة أعوام فقط أما عن القضاء الإسلامي فقد اعتمد الحاكم العام القاضي المسلم في المدينة تظاهروا بالتزامه بمعاهدة 5 يوليو 130 لكن بعد ذلك فرغوا المضمون هذا أهم شيء وحاولوا كسب الجزائرين إلى صف الفرنسي أصدرت الإدارة الاستخرابية مرسوم 22 يوليو الذي أكد عن أن الجزائر امتدادا لفرنسا وتأسس الثلاث محاكم بعد ذلك في جزائر وهران وعنابة أسسوا محاكم تجارية شكلت من سبع تجار وهكذا أشركوا طبعا الفرنسيين مع الجزائريين في إدارة هذه المحاكم تدريجا بسياسة الإدماج وأسس المحاكم كثيرة على هذه الشاكلة سمحوا الجزائريين بممارسة القضاء شرط أن يتم تعيينهم من قبل الحاكم العام وهذا طبعا لك أن تعلم كيف أصبح القضاء بعد ذلك ومرحة الازدواجية بين القضاء الإسلامي وقانون المحاكم الفرنسية كما شرحت لكم ما حدث في مصر حدث في جزائر عينه ونفسه قانون 30 أغسطس 30 أوت يعني 1183 وحقت المحاكم في الجزائر كلها بوزارة العد الفرنسية في باريس هكذا كل المحاكم والحقت بوزارة العد الفرنسية في باريس أصبح القضاء المسلمون يخضعون في عمل المتشريعي إلى القضاء الفرنسيين وهذه كارثة وهذا ما حدث عام 1872 دعما حكمت وجه التهم إلى 620 شخصية جزائرية مسلمة إثر ثورة معينة صدر في حق 21 منها الحكم بالإعدام ولم يراعى طبقا القانون الفرنسي ولم يراعى القضاء الإسلامي في هذا طبعا هذا كانت بدايات سحب الصلاحيات وسلطات من الكاملة من القضاء الإسلامي اسمعوا هذه القضية المهمة دوغيدون كان حاكما عاما مدنيا في الجزائر كان المستوطنون قد تضايقوا من قضايا أن القضاء المسلمين يحكمون بالشرع بعضهم يعني ومعضهم لا يستجيب لرغبات المستوطنين والحكومة الفرنسية وعدم قبول عرض القضايا على المحاكم الفرنسية بل يجب أن تعرض على المحاكم الإسلامية كان رد المستوطنين هو أن تكلموا مع دوغيدون هذا الحاكم العام المدني فماذا قال اسمعوا هذه قول خطير قال إن العدالة تدخل في إطار السيادة يعني حيثما كانت هناك سيادة هي العدالة بغض النظر هل هي عدالة فعلا أو غير عدالة هذا ما لا يهم إنما حيثما كانت هناك السيادة وبيد من تكون السيادة إذن هي العدالة والعدالة المطلقة إن العدالة تدخل في إطار السيادة وعلى القاضي المسلم هذه قضية خطيرة الانحناء أمام القاضي الفرنسي أن ينحني أمام القاضي الفرنسي وعلى كل واحد أن يفهم أننا نحن الغالبون هكذا وبكل صفاقة وعلى عهدي تم إلغاء حضور المسلمين في لجان محاكمات على أساس أنهم يتعاطفون مع أبناء جلدتهم وليسوا حازمين في معاقبتهم وحتى توثيق القضايا المتعلقة بالمسلمين الجزائريين وكل أمرها إلى موثقين فرنسيين عوض إبقائها من صلاحيات القضايا الجزائريين وفي عام 1880 ألغيت في جميع أنحاء جزائر المحاكم الإسلامية وبقي في جزائر كلها 61 محكمة صغيرة انحصر عملها بالنظر في القضايا الصغيرة والثانوية كما قررت السلطات الاستخرابية رفض تحرير أي عقد أو وثيقة بلغة العربية وعلى هذا الأساس فإن القضايا الإسلامي دج في هذه المرحلة إلى درجة كبيرة وكبيرة جدا حيث تم انتزاع كل صلاحيات هذا القضاء المتعلقة بالجرائم ودجنا قضاء المسلمون وحولوا إلى داما دوات القهر والسيطرة والابتزاز والنهب لماذا؟ لغرض مهم جدا عند المستخرب الفرنسي وتشويه صورة بعض القضايا المسلمين في ذهن الجزائريين حتى عندما يريد الجزائر الفرنسيين بعد ذلك أن يلغوا القضايا الإسلامية يسئل عليهم ذلك وهذه خطة جهنمية مورسة في عدد كبير جدا من الدول الإسلامية تشويه صورة القضاء الإسلامي تشويه صورة القضايا المسلمين كثرة الحديث عنهم عن رشاويهم وعن مخازيهم وعن وعن حيث يكون في ذهن الجزائري المسلم أنه إذا ألغيت المحاكم الإسلامية يتقبل هذا بكل سهولة بل يرضى بهذا ويفرح ويسعد هذه خططات جهنمية جدا طبعا وضع إجراء آخر يهدف إلى تقليص صلاحيات القضايا الإسلامي في مجال معاملات فقط ولم تتوقف الإدارة الاستخرابية عند هذه الحدود بل عمدت إلى إجراء آخر وتجريد القضاء الإسلامي من كل صلاحياته وحصره في الأحوال الشخصية كالزواج والميراث فقط لا غير أما كل القضايا ذات الأهمية ورجعت إلى قضاء الفرنسي والقضاة الفرنسيين وهذه محنة كبيرة ماذا يفعل المسلم إذا كانت هناك عنده مشكلة فإذا اتجه إلى المحاكم الإسلامية يقولون ليست هذه من صلاحياتنا فيجب علينا أن تجه إلى المحاكم الفرنسية التي تحكم بغير ما أنزال الله وفي هذه محنة وأي محنة هي لكن هكذا كان الأمر وألغيت كما قلت لكم بتاريخ 1874 في أغسطس ألغيت المحاكم الإسلامية في منتقد القبائل كلها وعهد بالحكم إلى الأعراف والتقاليد بين القبائل وأيضا كل المراسيم القضائية الفرنسية بإشراك القضاء الإسلامي فرغت من محتواها وبقت عند قضايا الزواج والطلاق والميراث فقط لا غير ما يسمونه اليوم بالأحوال الشخصية أو جزء من الأحوال الشخصية وهذا طبعا يقول دوغيدون ومن ورائه المستوطنون يقول دوغيدون في الحقيقة بتحريض من المستوطنين يجب أن يزول القاضي المسلم أمام القاضي الفرنسي يجب أن يزول القاضي المسلم أمام القاضي الفرنسي إننا نحن الغالبون هكذا بكل صفاقة كما ذكرت لكم يعني هذا جزء من جرائم الإبادة التي جرت في الجزائر آنذاك طبعا من الأساليب الأخرى الإبادة في التعليم حيث أنهم حاولوا محو الفصحة وفرض العاميات المختلفة جزائر البلاد ضخمة وكبيرة وهناك مناطق تتكلم بلهجة ومناطق أخرى تتكلم بلهجة أخرى وهكذا فحرصوا على إحياء العاميات هذه وعلى فرضها بين السكان وعلى محو الفصحة وكل ما له علاقة بالفصحة طبعا هذه سياسة خطيرة جدا لأنها تتمد على تقسيم إثني يعني عرقي وتتمد على تفريق السكان ومن باب فرق تسد لا شك وعندنا بعد ذلك وحاولوا طبعا الفصل بين العنصر العربي والعنصر الأمازيغي والبربر وهذه نقطة خطيرة جدا ستعرض لها إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من أيام من حلقات أعني ودفعت فرنسا إلى فرض نزاع الكبير بين هذين القسمين أو العرب والبربر أيضا خلاصة ما جرى من تجهيل فرنسي وقالوا تمدين هم قالوا تمدين من مدنية يعني تمدين فرنسي خلاصة ما جرى من تجهيل فرنسي بعد سبعين سنة من الاحتلال أن عشر ألاف وثلاثمية وسبعة وخمسين طفلا تعلموا لمدة سنة فقط مع العلم أنه في العشرية الأخيرة من القرن الماضي كان عدد الأطفال الشبان في سن الدراسة ديد عن نصف مليون نصف مليون انظر الفرق بين الفترة الاستخرابية والفترة المدة الإسلامية أيضا المنخلطون في التعليم الذي أشرفت عن يوزات الحرب الفرنسية سنة 1968 في إحصاء بلغ واحد وتسع من عشر في المئة يعني أقل من ثنين بالمئة فقط وسبب أن الجزائريين لشهامتهم ونخوتهم وإسلامهم رفضوا أن يخرطوا في المدارس الفرنسية لأن تبعدهم عن دينهم وميعرفون هذا والفرنسيون بالتالي ضيقوا جدا عن المدارس العربية الإسلامية وهذا أمر معلوم ألغوا كثيرا منها وضيقوا على مدرسيها ومعلميها وحددوا مناهجها وألزموا المدرسين بتدريس بعض الأمور كما سيأتي إن شاء الله وتعالى يقول الباحث أجرون في دراسة نشرها بعد الاستقلال بثلاثين سنة سنة أفسه 192 تحت عنوان فشل إن شاء فرنسا جديدة قال إن فرنسة الجزائر إن فرنسة الجزائر لم تتحقق وأن ممارساتها أي فرنسا في جزائر لا تشرف فرنسا الجمهورية لا تشرف فرنسا الثورية وهذا تقرير اعتراف واضح جدا من أحد رجال التعليم والسياسة التجهيل وليس السياسة التعليم في الجزائر في الحقيقة هناك رجل كتب كلاما مهما لا بد أن نقرأه لكم في قضايا القضايا التعليم وهو الدق دومال والسفاح بيجو أرادوا أن يتقوا عددا من الطلاب هذه نقطة خطيرة وتبعها الاستخراب العالم في أكثر من بلد أرادوا أن يتقوا عددا من الطلاب لرسالهم إلى فرنسا من أجل سواد عيون الطلاب لا لكن من أجل أن يتعلموا على عين الفرنسيين وأن يصنعوا على يد الفرنسيين وعينهم حتى إذا عادوا إلى بلادهم عادوا أذنابا عادوا حزب فرنسا في الجزائر كما كان هناك حزب فرنسا في مصر أنا محمد علي في مصر أرسل بعثات إلى فرنسا هذه البعثات صدمت وانبهرت حضاريا بالبلاد الفرنسية آنذاك والفارق بينها وبين مصر ورجعوا حاقدين كثير منهم رجع حاقدا على بلاده ورجع حاقدا على إسلامه ونزع يده من دينه وكان أداة لفرنسا وكان جزءا من حزب فرنسا في مصر وهذه خعقائق معروفة يعني ما تحتاج إلى حشد كبير من الأدلة أراد البيجو وأيضا بيجو هو الجنرال الوحشي المشهور الذي كان له عصابات كبيرة وخرب كثيرا في الجزائر والدق دومال أيضا ومستشاره جاسوس ليون روش أرادوا انتقاء عدد من أبناء الأعيان ورسالهم إلى باريس ليتعلموا هناك ولينفذوا إذا عادوا إلى عقول الأهالي لكن هذا المشهور رفض وإلهي الحمد اللهم لك الحمد رفضته وزارة التعليم الفرنسية سنة 1844 وانظر مقالة دوق دومال هذا دومال أيضا من القساء الفرنسيين ومن المتوحشين الفرنسيين في جزائر قال اعتبر هو المدرسة جزءا من آلة الحرب الفرنسية اعتبر المدرسة جزءا من آلة الحرب الفرنسية بل هي تساوي في رأيه كتيبة من الجيش في عمليات التهديئة يعني التدجين قصدم تدجين ومنع الانتفاضات لأننا نعلم أيها الأخوة والأخوات أن الطلاب في كل زمان ومكان هم عمدة التغيير طلاب أي تغيير يكون في بلد ما يكون رأسي الطلاب هذا معلوم يعني في الماضي والحاضر الثورات الإسلامية تقام في وجه المستخرب العالمي كان رأسي الطلاب التغيير الذي قام في أكثر بلاد العربية والإسلامية كان رأسي الطلاب وطلاب الجامعات بالذات وطلاب المدارس الثانويات لذلك هم يعلمون هذه الحقائق يعلمون هم يدرسون أوضاعنا أكثر من علمنا نحن بأوضاعنا الخاصة عندهم مراكز أبحاث عالمية عندهم حاويات التفكير يسمى think tanks عندهم مراكز بحثية عالمية تصرف عليها المليارات يدرسوننا دراسة واعية كبيرة شاملة لكل جوانب الحياة عندنا فهم عندما يفعلون شيئا يقصدون ويعرفون ماذا يصنعون لذلك يقول أن المدرسة تساوي كتيبة من الجيش في عملية التهدئة يعني التجين ومنع الانتفاضات لذلك منذ ذلك الحين أي أواصط القرن التاسع عشر منذ أواصط القرن التاسع عشر ألحقت شؤون التعليم في الجزائر بوزارة الحرب بوزارة الحرب ولا نعرف يعني متى خرجت من ذلك الإطار يعني صور شؤون التعليم تلحق بإدارة الحرب فكيف سيعلم الناس وكيف سينبه الناس وكيف سيوعى الناس إذا كانت في أذهانهم أن التعليم ملحق بوزارة الحرب فهم يعلمون إذن تبعية التعليم للمستخرب وأيضا قامت هناك قامت إدارة الاحتلال الفرنسي في سنة 150 بفتح ستة مدارس للذكور ابتدائية وأربعة مدارس البنات في عموم القطر الجزائري يطمم برنامجهم هذا اسمه تعليم اللغة الفرنسية وشرح مهمة فرنسا في إفريقيا يعني الجزائر كان يسمونها كما قلت لكم إفريقيا والتفسير اللغوي المحض للقرآن كلمه معناها وتحريم الإشارة إلى الإسلام كدين أو حضارة مطلقا تحريم الإشارة إلى الإسلام كدين أو حضارة مطلقا لم يزد عدد المخارطين في هذه المدارس بعد 15 عاما من تأسيسها أي سنة 1865 على 700 تلميذ فقط عشر مدارس في 15 عاما فقط التحق بها 700 تلميذ تم توجيه الأغلبين منهم إلى إدارة الشؤون الأهلية في جزائر وإلى خدمة جيش الاحتلال الفرنسي وعندما لاحظ الحاكم الفرنسي سنة 1861 أن مدارس لا يقبل عليها جزائريون لأنهم أهل دين وشهامة ونخو لا يقبلون التجين ماذا صنع؟ استنتج وأن الأهل لا يثقون في مدارس الرومية يسمونها المدارس الرومية ويتحايلون لتخريص أبنائهم منها استنتج أن السبب هو وجود تعليم موازي ما هو التعليم الموازي؟ تعليم المسجدي تعليم اللغة العربية في المساجد تعليم الإسلام في المساجد توعية الناس في المساجد المدارس القرآنية الزوايا وما تقدمه من خدمات دينية وأحصل حاكم العام في الجزائر الآن ذاك أي في سنة نفسها ألف ثممية واحد وستين عندهم عشر مدارس هم لكن بالنسبة للجزائرين عندهم ألفا مدرسة ألفا مدرسة تضم سبعة وعشرين ألف تنميذ أي أربعين ضعفا من تنميذ الموجودين في المدارس الفرنسية لذلك تقرر شن حملة لإلغاء المدارس وإغلاقها وتلفيق التهم لمعلميها لتشريدهم وإبعادهم عن قراءهم ومدنهم أو اعتقالهم في السجون لأسباب تافهة هذا الرائد رين في كتابه لصدر سنة ألف ثممية وثمانين يقول هذا كما أقول لكم هذا من نصوصهم من كلامهم ليس من عندي ولم تقتصر الحملة على مدارس ابتدائية بل شملت معاهد أنشأتها سلطات الاحتلال في البداية حتى سلطات الاحتلالة أنشأت المعاهد ما اكتفت بذلك في كل من ميديا وقسنطينا وتنمسان هدفوا منها إلى تكوين مستوى عالي للقضاء وأسادثة في اللغة والأدب لكن السلطات الكولونية يعني استخرابية يعني استعمارية عدت هذه المعاهد مراكز الخبث والتعصد ويقولون أنهم بدأوا يعرفوننا بوسط هذه المعاهد طيب ماذا صنعوا؟ طبعا أغلقوا هذه المعاهد وما عادوا يسمحون بافتتاح مثل هذه المعاهد بعد ذلك هذه طبعا بعض خطط التجهيل وليس التعليم في فرنسا في القرن التاسع عشر أما قرن عشرين فلاهو حديث آخر إن شاء الله وتعالى في حلقات قادمات المخرج أشار بانتهاء الوقت بقيت لي حلقة أنتحدث عنها عن جرائم فرنسا في القرن التاسع عشر الجرائم العامة يعني ولا جرائم الخاصة في كل منطقة لا تكاد تحصى ولا تعد لو جلس تتحدث مئة حلقة ما أنهيها لكن جرائم العامة في القرن التاسع عشر ذكرتها في حلقتين وبقيت حلقة ثالثة لا بد منها فتحملوني لأنها مهمة وغاية في الأهمية حتى تنار عقول الأجيال الحالية ويبنى إن شاء الله لنا مستقبل أفضل ومستقبل أعظم بإذن الله تعالى إذا اعتبرنا واتعظنا بما حدث في ماضينا ويلقى إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة